سؤال سألة تقول تزوجت او تزوجت امرأة لمدة سبعة وعشرين يوما وما زالت بكرا حتى الان ولم تلتقى بهذا الزوج لمدة عامين ونصف يعني كانت بعيدة عن زوجي هذا اكثر من عامين ونصف ثم تم الخلع بينهما وهي الان ستتزوج برجل اخر فهل لها شهور عدة ام لا نعم لها عدة في مسألة هنا اود ان انوه عليها او هما في الحقيقة مسألتان المسألة الاولى في بعض الناس يقولك ايه طالما ان في خلافات واشكالات ونزاع ومشاكل ما بيني وبنزوجي وانا اعدى عندي بيت اهلي اكثر من سنة سنتين او اقل وهو بعيد عني فتعتقد انها مجرد الطلاق انتهت عدتها هتقولك ما انا بعيد عنه اه هو بعيد عني وانا بعيد عنه اكثر من سنتين هنعمل عدة ايه تانية لا يجب العدة حتى لو سعدتك بعيد عنه عشر سنوات حتى لو بعيد عنه عشرين سنة العدة تبدأ من اول يوم في الطلاق لما يوقع عندي المأذون على الطلاق ويعملك وثيقة الطلاق هنا تبدأ العدة تبدأ العدة كما بينت وكما ذكرت اما ان احنا نقول ان هي بعيدة عنه وبالتالي حلال ما عندناش اي مشكلة خالص في الموضوع ده وهي بعيدة كده كده بعيدة والعدة انتهت والعدة واكثر من العدة لم يفعش هي طوال هذه الفترة لا تزال زوجة الله ولا تزال في عصمته طالما لم تطلق فاذا طلقت هنا تبدأ عدتها هذا اولا ثانيا في بعض الناس يقولك ايه يكون في صورة من مشتهر كده بين الناس يقولك ايه الزواج العرفي ما لهش عدة يعني ممكن تجاوز وتجاوز باركان الزواج والزواج يكون صحيح وتقولك لا ملاش عدة عدة ايه او يقطع الورقة ويقولك خلاص اقوله تعالى الزواج هذا كان منعقدا او لم يكن منعقدا والله ان كان منعقدا وتوافرت فيه الاركان الولي وشهدان عادلان والصداق والاجاب والقبول والاشهار من الناحية الشرعية يكونوا زواجا بالتالي يجب له العدة اما ان كان الهرج والمرج ولد وبنت بيجاوز بعض ولا بنت بكري بتجاوز واحدة ولا زواج الدم ولا الحالات الخيبانة ديا فده طبعا لا ينعقد به الزواج بالتالي ليس لها عدة لانه لم يكن هناك زواج اصلا وشهدان